لديكم رسالةٌ جديدة قادمةٌ من كنزٍ أثريٍ قديم ما الذي يمكن أن تخبرنا به هذه العيون تحضّق فينا منذ مطلع وجود البشر الغامض العيون المنقوشة على يشم تسونغ العملاق في مدينة ليانغتسو تشير إلى مشاعر الحب لدى أجدادنا القدماء قبل خمسة ألاف عامٍ مضت ازدهرت حضارةٌ متقدمة في منطقة بحيرة تايهو شرق الصين كان هناك مدن قبور هيكل قرى ثقنات عسكرية أعمال الري وورشات عمل الياشم بدأ التنقيب في الموقع في عام 1936 وفي غدون الثمانين عاماً لاحقاً كان أهم اكتشافٍ أسفر عنه التنقيب هو يشم تسونغ هذا يشم تسونغ عبارةٌ عن إناءٍ أمبوبي موجودٌ داخل جسمٍ مستطيل الشكل يبلغ وزن هذا الياشم ستمائة وخمسة كيلو جرام وبارتفاعٍ يبلغ ثمانية فاصل تسعة سنتيمتر ويبلغ قطر الدائرة سبعة عشر فاصل ستة سنتيمتر ويعرف باسم يشم تسونغ العملاق اكتشف داخل قبرٍ في تالي فانشان عام 1986 حدد علماء الآثار الزخرف الموجودة عليه بأنها مخلوقٌ أسطوري يدعى تيوتي كانت فكرة قديمة شائعة لذا لم تعتبر في البداية ذات أهمية كبيرة ولكن كشف التنظيف والتصوير اللاحقين عن أمرٍ غريب تلك الخطوط الضيقة غير الملحوظة بجانب عيون المخلوق تبين أنها أيدي، أيدي بشرية ويتبعها على نحوٍ غير متناسق أذرع طويلة توصل إلى وجه من الواضح أنها لم تكن نقوشاتٌ شائعةٌ للتيوتي في الحقيقة اعتبرت هذه النقوش الحجرية صوراً نادرةً متكاملةً تماماً تبدو الوضعيات مثيرةً للاهتمام تبرز المرافق للخارج نحو الجوانب والأصابع ممتدة ينحني الجزء الأعلى من الجسد نحو الأمام هل هذا إلهٌ يمططي حيواناً؟ أم أنه تجسيدٌ لأحد أنواع الحيوانات الإلهية؟ هل هما كائنان مختلفان؟ أم الكائن ذاته؟ ولكن له وجهين مختلفين؟ ثم تامكانةٌ خاصةٌ لليشم في الثقافة الصينية تخبرنا نقوشات البرونز والعظام القديمة أن اليشم كان يقدم كقرابين للآلهة عثر في موقع ليانجتسو على أكثر من أربعين نوعاً متعدداً من أواني اليشم لكن لم يعثر على العناصر التي كانت تحمل صورة آلهة الحيوان سوى في أفخم القبور ربما الكهنة كانوا مدفونين هناك والإناء المحفور عليه الصورة الكاملة لإلهٍ بوجه حيوان قد يكون الأمر المقدس الناتج عن التفاعل بين شعب اليانجتسو والإله يرتدي الإله عصابة رأسٍ مميزة المظهر عليها خطوطٌ تشعل الخارج يظهر أيضاً رمزٌ مشابه في ثقافة هيمودو التي تعود إلى سبعة ألاف عام هل الثقافتان متصلتان بطريقةٍ ما؟ تظهر الرموز المنقوشة على الإناء أيضاً على آثارٍ أخرى من العصر الحجري الحديث مما يطرح السؤال التالي وهو كيف ومنذ مطلع التاريخ تفعلت الثقافات القديمة مع بعضها عبر أراضي الصين الشاسعة؟ تحضق فينا منذ خمسة ألاف عامٍ مضت يبدو أن هذه العيون تعيدنا بالذاكرة إلى الماضي القديم ما زال هناك المزيد من الرسائل الجديدة في انتظاركم ترجمة نانسي قنقر